ورجعنا حضراتكم مشاهدين الكرام وبنبتدي فقرات حلقتنا وأول فقراتنا قراءة في كتاب وعن نتكلم النهاردة عن رواية البؤساء لفكتور هيبو البؤساء أو البائسون هي روال الكاتب الكبير فكتور هيبو ونشرت 1862 وبتعد من أشهر روايات القرن 19 لأنه بيصف فيها وينتقد الظلم الاجتماعي في فرنسا بين سقوط نابليون في 1815 والثورة الفاشلة ضد الملك لويس فيلب في 1832 بيكتب في مقدمة الكتاب أنه بتخلق العادات والقوانين في فرنسا في ظروف اجتماعية هي نوع من الجحيم البشري طالما بتوجد لا مبالاة وفقرة على الأرض كتاب زي هذا الكتاب سيكون ضروري وحتمي بتصف البؤساء حياة عدد من الشخصيات الفرنسية على طول القرن 19 اللي بيتضمن حروب نابليون مركزة على شخصية السجين السابغجان فالجان ومعاناته بعد خروجه من السجن بتعرض الرواية طبيعة الخير والشر والقانون في قصة أخاذة بتظهر فيها معالم باريس بتظهر فيها الأخلاق الفلسفة القانون العدالة الدين طبيعة الرومانسية والحب العائلي ألهم فيكتور هجو يعني شخصيات عديدة جداً ومنها شخصية المجرم الشرطي فرانسوا بيدوكا ولكن أسم الشخصية دي لشخصيتين في قصته رواية البؤساء ظهرت على المسرح وعلى الشاشة عبر المسرحية اللي بتحمل نفس الاسم وأيضاً تم إنشاء فيلم الرواية نفسها باسم البؤساء في سنة 2012 وحقق مبيعات ضخمة وحصل على العديد من الجوائز بتدور أحداث الرواية عن الحياة الاجتماعية البائسة اللي عاشها الفرنسيون بعد سقوط نابليون عام 1915 والثورة اللي حكم عليها بالفشل ضد الملك لويس فيلب في عام 1832 وصور الكاتب المعناء اللي عاشها الفرنسيون من خلال شخصية جان فالجان اللي عانى من مرارة السجن وعانى أيضاً بعد خروجه منه صدرت عدد الترجمات للرواية دي واعتمدت على أسباب فنية بعنوان البأساء وتعد ترجمة مونير البعالبالكي لصدرة 1950 من خمس أجزاء والابتقع في 2340 صفحة وتم ترجمتها من خلال المؤيد الكيلاني في 1990 من أبرز الترجمات العربية الكاملة للقصة العملاقة بكامل أجزاءها وظهرت الكثير من الترجمات العربية للرواية واشتهرت ترجمة شاعر من يلحفظ إبراهيم على الرغم من أنه ترجم جزئين لأصل خمسة من الرواية وأنا بضيف لحضراتكم الحقيقة أنه البؤساء كمان اتعاملت مصرح غنائي في مصر ومصرت أو باللهجة العامية المصرية وتقدمت على مصرح الجمهورية وكان الحقيقة عرض أكتر من رائع قدمته أحد الفرق الخاصة لكن كان من العروض الفنية المهمة جداً جداً أثرت المصرح الغنائي المصري لأنها كانت لأول مرة بيتعامل مصرح رواقي غنائي في مصر بشكل استعراضي وباللغة العامية وده بيأكد الحقيقة طبعاً أهمية هذه الرواية وأهمية مؤلفة على مدار التاريخ لأنه يتعامل عرض زي كده في مصر كانت حاجة مهمة جداً وحدث فني كبير ومهم هنروح مع حضراتكم دلوقتي لفاصل سريع وبعد الفاصل هنرجع مع التربية الإيجابية وإزاي نجعل بعض الأسباب تقلل من فرط الحركة أو النشاط عند الأطفال لأنه في أسباب كتيرة جداً ممكن تؤدي لفرط الحركة ونشاط عند الطفل بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر